السلام عليكم ومرحبا بكم مجديد لاتشو الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي اليوم جبت لكم وصفة آيس كريب ولا لا كريب ولا لا غلاس كل واحد وكيف هي يسمي إليكم المقادل نبتع على بركة الله عندي نيستولاتر على الحليب 500 مليليلتر 500 مليليلتر ججم غارب السكر ججم غارب ميزيهية النشاء وكاس بودرة شانتيه نس كاس حليب مغرف بودرة كاكاو وكاس بودرة شانتيه على الفخيز كل واحد وعلى حساب ليبغي يديرها كل واحد يديرها كل واحد يديرها نبدأ على بركة الله هنا 500 مليليلتر على الحليب ججم غارب السكر ججم غارب ميزيهية النشاء ونضيفهم فوق الغاز نضيفهم فوق الفل قد يتقالوا قد يتقالوا قد يتقالوا لنضيفهم فوق الفر وننضيفهم قد يتقالوا كريمة التاعي ونضيفهم في المحالة الثانية كريمة التاعي قد يتقالت نضيفها في طبسي ونضيفها تبرد نحطها في طبسي و نخليها تبرد سماما في الثلاجة و بعدها نرجع لكم نغطيها ضربوك بكيس بلاستيكي و لسيروف نغطيها بكيس بلاستيكي خليها تبرد و ندخلها للثلاجة و بعدها نضيف لكم محرات تانية نضيف تائرة بردت نضيف كاس بودرة شانتي و نضيف كاس بارد كان مجمد نخلط على المخازينات و نضيف كاس باردت ان نفرغوا باستيكي الكريمة هزيكيب نخلط مكونات خلق هذا نضيف فيه كاكاو مغرف كاكاو وهذا نضيف فيه الفريز وهذا نضيف فيه الثاني الثاني السائلة نضيف فيه كاكاو هذا نضيف فيه الثاني 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 نضيف فيه علب ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وندخلوهم في الكنجيلاتور حتى يجمدو ونبعد نوليكم الثاني 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 ان شاء الله ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله تذكروا بالصحة والراحة نضيف فيه ونضيف فيه مقصيرات ونضيف فيه كريمة كامل كريمة كامل كريمة كامل حتى يصلكم كل جديد وإلى اللقاء في وصفة أخرى ان شاء الله